هنا في مصر انت مش مستغل لها يعني فيه ناس كتير الكلمة عن عمر المرعي مثلا وناس قالت لا مش هو ده المهاجر اللي احنا منتظرينه للمنتخب انا مش فقط على عمر المرعي الحقيقة يعني عمر المرعي ده ده رعيب صندوق ده عايز الكورة العرضية تتلعب له من اليمين ومن الشمال وزعيتها تعالى حزن هو يسجل اه هو يسجل عايز التحامات جوماتية الجزاء انما عمر المرعي ده طول المطش شايفه عمل بيجري في مصر الملعب اصلا حيخشي ازاي يلعب كورة بالهد واصلا الباكين ما بيتقدموش ورفع له كورة عرضية اي فاهمنا دكتور فانا شايف مثلا واحد زي عمر المرعي مظلوم يعني ما تيريش تحكم عليه واي مهاجم انا بقول لو جبته حسام حسد بالجلال يتقدروا اعظم لعب جيه في التمنتاشر في تاريخ مصر وحطيته مع هيكتور كوبر مش هيعمل حاجة ده مهاجم صندوق اقول له خليك في السن انت عايز بالزبط لعب زي محمد زيدان في خطة هيكتور كوبر اللعيب اللي هو مش شرط لعب جوه صندوق هو لعب متحرك سريع يجي من تحت ويدخل يرقص ويعمل وان تو ويجري ويجيب الجول او زي محمد صلاح والزي محمد زيدان ده خلاص ما بقاش موجود احنا عندنا فقر في المواهب في الفترة دي